يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة الخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار الضيفي الآن في 90 دقيقة أخبار سيد جمال شرفي رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للخبراء والمهندسين المعمريين صباحك سيد سيد جمال صباح النور وشكرا لهذه الاستضافة أخي محمد الله يسلم كذا طرح سؤال زميل أحمد محمودي هل ربما يأتي يوم نرى فيه ناطحات سحاب هنا في الجزائر أم أننا سنذهب إلى العديد من دول في العالم لرؤيتها ربما ملف ناطحات السحاب الآن موجود ربما في أجندة الحكومة منذ سنوات لكن هل حقيقة الآن سؤال عام يمكن تجسيد إنجاز وناطحات السحاب الآن في الجزائر في 2015 الإجابة على هذا السؤال أولا ببساطة جدا الآن هي ضرورة ملحة لأن السياسات التي يجب أن تتجه إليها الحكومة خصوصا في المدن الكبرى مثل إجزاء العاصمة وهران خصنطينة عنابة أين الآن أصبح الأوعية العقرية وأصبحت الأوعية العقرية شيء نادر جدا لكن أيضا هناك سياسة أخرى ناطحة السحاب ليس لكي تستعيب أو ما يسمى بالسكن أو سكن اجتماعي لأن ناطحة السحاب هي عبارة عن ثقافة للسكن الجماعي هي عبارة في بعض الحيان عن مدينة أفقية لأنه نتكلم عن اليابان وفي الصين يتكلمون على ناطحة السحاب ستحطم كل الأرقام القياسية لأكثر من مليون ساكن في برج واحد سمي بسبيت تاور أو لاتور تحسر عهدي طولها ربما يفوق 800 متر الآن 800 متر تعدها لأنه برج خليفة في دولة الإمارات 828 متر الآن في 832 متر الآن لأنه برج خليفة الآن في الريادة أو في دولة الإمارات في دبي 828 متر هناك برج قيد الإنشاء أو في جدة كينجزام تاورس الآن سيتعدى أو برج الميل لأنه الميل يتعدى أكثر من كيلومتر ألف من ألف متر لأن أصبحت السرعة نحو الارتفاعات أو من سينطح السحاب أولا وهذا هو التحدي الآن أيضا التحدي في الصين في أقصى الشرق في الصين في اليابان خصوصا في الصين الآن هذا التحدي وهذا المشروع والتحدي ما كاش في الجزائر التحدي لماذا لم يكن في الجزائر لأنه لعدة عامل لنكونوا عمليين العامل الأول لأنه منظومة أو القواعد المعمول بها في الأنظمة المراقبة للبناء والأنظمة الزلزالية لا تسمح لدينا للمرور إلى هذا النمط من الأنماط السكنية أولا يجب إيجاد القاعدة الفقهية القانونية في البناء وهي القاعدة العمل القانوني لأن هناك مهنسين مدنيين هناك عمليات حسابات تخص كل ما يتعلق بالهيكلة نظم الهيكلة الآن نظم الهيكلة المعتمدة في عادة والتي منذ الثورة الصناعية منذ سنة 1871 أو نهاية القرن التاسع عشر لأحدث هذه الضجة أو هذه السرعة هذه الثورة في البنات هي نظم الهيكلة الحديدية ضد الحيكلة الحديدية في الجزائر غير متطورة مما لم يسمح لنا بنظام هذا النظام الرجيد كما يقال نعم إذن سي جمال أنت الآن ربما تستبعد فرضية ربما بناء أبراج بناء نطحات سحاب من أجل امتصاص ربما أزمة السكن لأن السوق الوطني الآن بحاجة إلى أزيد من 225 ألف وحدة سكنية في الجزائر لكن ربما كما قلت هناك في أجندة الحكومة بناء هذه النطحات السحاب كان هناك ربما مرتقب مشروع إنجاز أبراج مستنسخة من الأبراج الأندونسية ربما كان هناك مشروع مع وزارة السكن طبع لأنه الآن الأبراج اللي ممكن نطرح لها الحكومة هي أبراج ذات مساحات مكتبية هناك بعض الأبراج بدأت الآن في الجزائر بجنب الهيلتون بدنا الآن نتجاوز نوعا ما طابق زائد 16 لأنه طوابق اللي هي لتور دا ديال الآن نرتقي وبدنا نرتقي نوعا ما إلى طابق زائد 20 طابق أرضي زائد 30 الآن نأمل أنه مستقبلا لكن أنا قلت لمنه لا نستطيع أن نطبق هذه نطحة سعاته بالنسبة للسكنات الاجتماعية لأنه هناك دائما في العمارة ما يسمى بالأجزاء المشتركة الأجزاء المشتركة هي المصاعب ثقافة المصاعب ثقافة الأجزاء المشتركة الإنارة الداخلية غائبة في الجزائر غائبة تماما عن ذلك هذه الصيانات المكلفة فلهذا عادة من يسكنون هذه العمارات أو ناطحة السحاب هم الآن لهم جانب اشتراكات يدفعونه دائما وذلك من أجل صيانة هذه الأجزاء المشتركة ونحن الآن في الجزائر نصعب على هذا المواطن هذا البطال هذا صاحب السكن الاجتماعي أن يدفع حتى إيجاره والله كنت تتعلم الأجزاء المشتركة ربما أنتم كمهندسين معماريين الآن ربما غياب كما قلت ثقافة الأجزاء المشتركة ربما تكون ناطحة السحاب لكن كل مواطن بين ليلة وضحها يقول أنا عندي أن نزيد نافذة نغلق أخي محمد لأن التعايش الجماعي عمارة فيها خمسة خمس توابق فقط يعني فيها عشر شقق بعد شهر تعاوت الليلة تعايشوا مع بعض نحن الإنسان يقوم بتغييرات هذا البالكون ليزيده للغرفة الاستقبال هذا الوسيشوار ليزيده إلى المطبخ هناك عمليات التغيير هناك عمليات الاستحواذ حتى على الجزء المشترك داخل السلالم من حيث يوضع دي بورت سيكوريتي الآن هذه الثقافة ثقافة التعايش فما بالك إذا كانت عشر شقق يعني عشر ساكنين لم يستأنسوا بعضهم فما بالك أنه في الجزائر ندير نناطحة سحاب لأكثر من مئة ألف ساكن مجتمعين سويا فلهذا نقول أنه هناك أيضا في سوسيولوجيا العمران الآن هناك فئات اجتماعية هناك الانتقال يعني ولو كلنا جايين من وسط بدوي الانتقال من الوسط الريفي إلى الوسط الحضري يجب أن يمر بالعديد من المراحل بالنسبة إذا كان ننجح في هذه السياسة سياسة الأبراج يجب أن يكون أولا نبدأ بالمساحات المكتبية يجب أن يكون الجزائر لكن أيضا مع الحفاظ ليس نذهب إلى الجزائر العاصمي لأنه من خلال الفيتيار قلنا بأنه الحل الوحيد هو البناءات الفوقية هناك باريس باريس حافظت على عبقها حافظت على عندها ستها المعمارية حافظت على هذا العمارة القديمة هناك طراث هناك عمارة يعني نحن ضد أنه الجزائر العاصمة إذا كان هناك في قلب الجزائر العاصمة نقلب كل ذلك إلى ناطحة سحاب لكن نستطيع من خلال المدن الجديدة الحالية إضافة هناك مدن جديدة حالية بوينان سيدي عبدالله نستطيع أنه ننجز نموذج لأنه هي مدينة جزائرية هي مخبر تجارب نستطيع من خلاله أن ننجز أحياء إدارية أولاً لأن الجزائر أيضاً هناك لا يوجد أحياء دبلوماسية هناك الجزائر الآن الصفارات هي عبارة عن كراء لشقاق أو غلل لا يوجد لدينا بهذا المنطلق نستطيع أن نبتدئ من خلال خلق هذه المساحات المكتبية كل الشركات الموجودة في الجزائر العاصمة عن المساحات المكتبية ربما وكذلك ربما الأحياء الدبلوماسية بالحديث دائماً عن ناطحات السحاب الآن في الجزائر يقودون الحديث عن ربما بناء إنجاز تشييد ربما مواقف سيارات ذات طوابق الآن في العاصمة لا خيار لدينا لا خيار لدينا والآن أصبحت المعدلات القديمة لأنه كانت سيارة لكل بيت حتى لما نخطط مخطط كتلة بالنسبة إلى إنشاء حي جديد الآن أصبحت السيارة هي في متناول كل فرد إلا من كل عائلة الآن فيها سيارتين ثلاث سيارات يعني أي عامل بسيط يعني حتى البطال الآن أصبح بمتناوله إنه يتناول تلك السيارة الصغيرة المقتنية هذه الكيو كيو أو ما يعادلها الآن أصبحت في متناول فلهذا الآن نشاهد تلك الزحمة الكبيرة جداً الآن الحل وحيد ومن خلال مستثمرين العقارين خلال يبنوا استثماراتهم الآن يجب أنه نحتموا على كل المستثمر أو أنه يوجد الآن المواقف لجم تكون داخل البنايات وذلك من خلال سواءً لباركينج سوسول أو لباركينج أي طاش وذلك من أجل اقتصاد المساك أو الفضاءات الخارجية لأنه الآن الأحياء بدون فضاءات خارجية مساحات لعب ومساحات خضراء سيكون إذا كنا نستمرين بهذه السياسات الآن مش راح يكون عندنا في أحياءنا حتى مساحة خضراء للعب فلهذا يجب تدارك ذلك ووضحها ضمن كراسات الشروط ظل الأحياء للإنجاز عند إنجاز هذه الترقية الخاصة أو ترقية العامة سي جمال ربما أحدثني قبل قليل قلت لي أنه كان هناك مشروع أنت كنت ربما على رأسه من أجل إنجاز برج في الجزائر نحن في سنة 2006 كنت أشتغل في دولة الإمارات من خلال المجموعة الجزائرية الإنماطية للاستثمار السياح والعقاري التي تأسل في الجزائر أنذاك وأسسنا مشروع كبير سميناه مشروع أبراج الجزائر وكان الاستثمار من ضمن يدخل ضمن المشروع الهائل لتهيئة الواجهة البحرية لجزائر العاصمة كان هناك عدة أبراج من ضمنها لما عرضت على الحكومة الجزائرية أنذاك وهي فيها عدة أبراج منها برج الثورة الذي فيه 60 طابق برج الاستقلال 62 طابق هو برج الثورة 54 طابق وأنجزنا أعلى برج بحرف A هو الجزائر برج فيه 116 طابق الآن لأنه بتصميم جزائري بمهنسين وبأنام المهنسين معماريين جزائريين 100% وذلك لأن نثبت أيضا إلى المسؤولين الجزائريين بأن الجزائريين أيضا لدينا مهنسين خبراء ولدينا مهنسين أكفاء لكن الآن قواعد الاستثمار هل الدولة عندها أولويات أو الحكومة لديها أولويات وهي السكن فقط وليس الاستثمار ضمن هذه سلك تلك الأبراج السكنية أو الأبراج الترقوية أو الأبراج المكتبية الآن نحن من هذا المنبر أخي محمد نحث أيضا لأنه هناك لا يوجد مؤسسات ترقوية خاصة بثقة كبيرة جدا تستطيع أيضا أنها تكون في الساحة وتكون القاطرة لهذا القطاع لأنه هي عبارة عن قطاع عذري 100% نعم أستاذ جمال ربما بي الحديث عن ناطحة أسحاف الجزائر نتحدث عن الخط الزلزالي النشيط في الجزائر هل يمكن تشيد العمارات هذه بمئة طبق أو لا في جاية أيضا بالحديث عن ناطحة أسحاف نتحدث عن نشاط الزلزالي في الجزائر هل يمكن الآن نحن نبنو طابق زائد ربما قتلي زائد مئة زائد هل يمكن أن نبني النشاط الزلزالي الآن نستطيع أن نبني أخي محمد لأن الجزائر أولا هي منطقة زلزالية ذات نشاط متوسط وليس ذات نشاط خطير أو أول مثل مثل اليابان وفي الفتيار الخبير الذي أشار لي أنه يعمل في اليابان الآن هناك طرق الآن وذلك من أجل تأمين المبنى حديثا وهي استعمال استعمال أساسات تتلأم مع النشاطات الزلزالية مثل الأساسات المستعملة في الجامعة الكبير الجزائر العاصمة هي عبارة عن أساسات بنوابذ النوابذ أو ما يسمى الزلزالي هل يمكن الآن استعماله في الجزائر؟ هل تستعمل الآن أساسات بنوابذ؟ استعملت في مشروعين على المشروع الأول والمشروع الضخم بطبيعة الحل هو مشروع المسجد الكبير الجزائر العاصمة هي عبارة عن أساساتي عبارة عن نوابذ هذه النوابذ هي ممتصة يستطيع أن المبنى يتحرك في جميع الاتجاهات وذلك من خلال دون حدوث أي تغييرات أو أي أخطار تمس النظام الهيكلة هذه هي التكنولوجيا التي استعملها اليابانيون وذلك لأنهم فوق أمشط خط زلزالي في العالم زيادة على ذلك أنها منطقة بركانية ربما بالحديث دائما عن ناطحة السحابة تسمى بالبناء العمودي أي ربما في بعد 10 طوابق أو 15 طابق يعني حتى وإن كان هناك زلزال عنيف تكون كنابض هي ليس فقط الزلزال هو عدو نقول لك عدو ناطحة السحابة الأول قبل الزلزال هو الرياح لأنه حتى في الظروف العادية بدون الزلازل تتغير هناك تغير هناك عوامل تتحرك فيها ناطحة السحاب في بعض الحين تتعدى المتر يعني على اليمين وعلى الشمال زيادة على ذلك أنه من خلال الزلازل ناطحة السحاب لأنه لا تستطيع إلا كانت صلبة لا تتحرك ذلك يؤدي إلى خطر أكثر من أهناء التحرك فلهذا النوابض أو الأساسات بهذه النوابض هي عبارة عن امتصاص خلال تحرك يمين شمال هناك عمار عبارة عن قواعد معمول بها تستطيع تثبيت تلك ناطحة السحاب وانتصاص تلك الحركات الاهتزازية وذلك من أجل سلامتها فلهذا نقول للمشاهد الكريم أن الجزائر في منأة عن هذه الأخطار وهي ذات نشاط زلزالي متوسط نستطيع أن نبني ناطحة سحاب حتى أكثر من مئة طابق أعجبك الفيديو سجل تعليقك وموقفك أسفل الصفحة ترجمة نانسي قنقر